قال الشيفون إن هذا العام هو عام الانتخابات الأمريكية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى هو من المباتئ التقليدية التي تتماسك بها الصين ولن تتدخل الصين في الانتخابات الأمريكية ويتعين على الولايات المتحدة أن تتجنب تأثيرات وضعها السياسي الداخلي وأن تتوقف عن إقامة عقابات جديدة أمام العلاقات الصينية الأمريكية الولايات المتحدة أساءت استخدام عملية مراجعة التعريفة الجمهوريكية بموجب المادة 301 لزيادة التعريفات الجمهوريكية على السيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم والخلايا الكهروضوية والمعادن الحريجة وأشباه الموصلات وغيرها من المنتجات المستوردة من الصين وانخرطت في الحماية تحت ستار المنافسة العادلة بدأ أن غرضها الحقيقي هو قمع صناعة الطاقة الجديدة وغيرها من الصناعات في الصين والحد من التنمية عالية الجودة في الصين وكسب الأصوات من خلال منافسة الصين وقال شيفلن أن الحرب التجارية الأمريكية مع الصين مستمرة منذ ست سنوات ونتيجة لذلك ارتفع العجز التجاري الأمريكي بمقدار 200 مليار دولار بدلا من الانخفاض وأدى ارتفاع الأزهار إلى تفاقم تضخم في عصر الأولمة الذي نعيش فيه الآن لن يقف تنمية الصين لا تصعد حروب التجارية ولا الحروب الصناعية ولا حروب العلوم وتكنولوجيا وإن كل هذا يشبه الحجرة الذي ترفعه البوليات المتحدة لضرب الصين وإنما في الأخير لن يقع إلى على قدميها وقال شيفلن أن القدرة الإنتاجية المفرطة الصينية نظرية خطئة وإذا كانت منتجات وخدمات بلد ما عالية للجودة وفعالة وتنفسية تسمى قدرة مفرطة وتجاوز إنتاج بلد ما إحتياجاته الخاصة يعتبر طاقة زائدة فما الهدف من التجارة الدولية؟ وأكد شيفلن أن شعبية منتجات الطاقة الجديدة في الصين تعتمد على الابتكار التكنولوجي المستمير ونظام السنسلة للإنتاج والتوريط الكامل والمنافسة الكاملة في السوق وعلى العمل الجاد لشعب الصيني وفي سياق التحول الأخضر العالمي فإن الصناعة الجديدة في الصين التي تمثلها مركبات الطاقة الجديدة كلها طاقة إنتاجية نادرة وقدرة إنتاجية أعالية الجودة والتي لا تلبي احتياجات السوق الصينية فحسب بل تعاود فجوة العرض والطلب العالمي على الطاقة الجديدة وتقدم أيضا مساهمات كبيرة في ترشيد استخدام الطاقة وخفض الانبعزات والحد من الكربون في العالم